أشهد أن لا إله إلا الله الأخلاق نعمة عظيمة من الله جل جلاله هذه الأخلاق التي يعيش بها العبد حميدا قرير العين سعيدا ويموت راضيا مرضيا عنه قد وضع الله له القبول في الدنيا وحقق له المأمول في الآخرة بفضله أولئك الذين طابت أقوالهم وأعمالهم الرجل منهم يصبح فلا يسمع الله منه كلمة تؤذي المسلمين ولا يرى الله منه عملا يؤذي المسلمين ثم يمسي وهو على ذلك ثم إذا وضع جنبه لينام نام سليم الصدر للمؤمنين فلا يزال على هذه الخصلة ولا يزال على هذا الخلق العظيم وإذا به في يوم من الأيام ينادي الله ينادي الله يا جبريل فتخشع الملائكة وتخضع لربها فيقول يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فينادي جبريل يا أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه الله أكبر إذا نادى عليك ربك من فوق سبع سماوات أنه يحبك ووضع لك القبول في خلقه أي نعمة وأي فضل نسألك اللهم من فضلك العظيم هذا الكريم الذي كرمت أخلاقه وزكت أقواله وأعماله نال بفضل الله هذه المنزلة لأنه يمسي ويصبح وهو يراقب مشاعر الناس لا يؤذيهم وهو يراقب أقرب الناس إليه زوجه أولاده إخوانه أخواته أعمامه عماته ومن قبل ذلك أبوه وأمه فهؤلاء كلهم يشهدون له بطيب الأخلاق إذا تكلم تكلم بالخير وإذا عمل عمل الخير وإذا أوذي صبر وإذا أعطي شكر وإذا تفرغ في الدنيا ذكر أدب مع الله وأدب مع البشر أي فضل وأي نعمة يسعى العبد الموفق ويسعى طالب العلم لمكارم الأخلاق ومحاسنها وأول ما يكون حسن الخلق بطهارة القلب والسريرة لا يمكن للإنسان أن يكون حسن الأخلاق إلا إذا سلم قلبه من الغل والحسد الشحناء والبغضاء واحتقار المسلمين فلا يمكن أن يكون الإنسان حسن الخلق وهو يحتقر الناس ولا يمكن أن يكون حسن الخلق وهو يترفع ويتعالى على الناس يبدأ أول ما يبدأ بطهارة قلبه أن يعرف أنه قد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فسبحان من خلقه وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين فلا فضل له على أحد إلا بتقوى الله الواحد الأحد تبدأ بقلبك فإذا طهر قلبك وأنت تطلب العلم من الأدران من الحسد من البغضاء من الشحناء تجاهد هذا القلب تجاهد هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ولا يمكن أن يكون الإنسان ذا خلق حسن يرضي به ربه ولا يمكن لطالب العلم أن يكون كذلك إلا إذا بدأ أول ما يبدأ بأقرب الناس منه وهم والداه وأولاده وزوجه يدخل بيته وهو متوكل على الله أن يجعله خير والد لولد يدخل بيته ولو كان مهموما مغموما ولو كانت عليه هموم الدنيا كلها فلا يمكن أن تسمع منه كلمة نابية أو سبه لأقرب الناس إليه وهم أهله وزوجه وأولاده وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى هذا المعنى وهو الصادق المصدوق في كل حال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فهو عليه الصلاة والسلام يحمل هموم الأمة وغمومها وقد حمل هموم أصحابه ويدخل إلى بيته إلى أهله وزوجه فلا يرى منه إلا خيرا ولا يسمع منه إلا بر حتى الصغير الخادم له أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يصحبه فلم يسمعه يوما من الأيام يقول له أف اللهم صل وسلم عليه تسليما وزده تشريفا وتكريما وتعظيما واجزه عننا وعن خلقك خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته ومن بلغه الله فأصبح يحب للمسلمين الخير فإنه أولى الناس برحمة الله وليس أدل على ذلك والدلاء الكثيرة ومنها ما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا مر على غصن شوك فرآه في طريق الناس فقال لأنحينا هذا الشوك عن طريق المسلمين لا يؤذيهم انظروا الشفقة على المسلمين فهذا هو السبب الباعث أنه يحب الخير للمسلمين ويكره الشر قال صلى الله عليه وسلم فزحزحه عن الطريق فغفرت له ذنوبه أصبح في ذلك اليوم وهو لا يدري أن السعادة كتبت له أصبح في ذلك اليوم وهو لا يدري أنه سيزحزح عن نار جهنم لأن من غفرت ذنوبه أمن من النار ومن غفرت ذنوبه أمن من مكاره الدنيا ومصائبها فكما أنه أمن المسلمين في طريقهم أمنه الله بمغفرة ذنبه كل من غيب في قلبه الخير للمسلمين لن يعدم من ربه الخير وكل من غيب في قلبه محبة المسلمين ومحبة الخير لهم والتواضع لهم وتوطئة الكنف لهم صغار المسلمين كبار في عينه يرحمهم ويعطف عليهم ويشفق عليهم من هنا يبدأ طالب العلم لأنه غدا هو العالم وغدا بإذن الله هو القدوة فإذا جاءه الصغير في حاجته قضى له الحاجة وإذا جاءه الكبير في حاجته قضى له الحاجة كما كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه فإذا كان يعجز عن أخلاق الكرام وهو في مجالس العلم وفي صحبة الصفوة وهم طلبة العلم فوالله إنه لأعجز إذا خرج للناس ونعوذ بالله من ذلك ونسأل الله أن يسلمنا من منكرات الأخلاق وأن يصرف عنا شرها وسيئها لا يصرف عنا شرها وسيئها ترجمة نانسي قنقر